السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السادس الابتدائي ان شاء الله مكملين مع بعض حل هسئلة كتاب المعاصر معانا ان شاء الله النهاردة لسن درس لونر اكليبس او خصوف القمر بيج 133 نبدأ بسؤال اول بسم الله خصوف الامر خصوف الامر خصوف الامر طبعا الامر سيارات بين الشمس والمون ومن القمر في الدرس اللي فيدينا كلمنا على السولر اكليبس على خصوف الشمس تمام؟ ودرس ده ان شاء الله بنتكلم على اللونر اكليبس درس السولر اكليبس كان عندي السن والمون والأيرس ها lie in one straight line بس كان مين اللي عندي في الميدل المون ان زى ميدل يبقى المون يا شباب كان بين السن اند ايرس ده فيين الكلام ده في الدرس الهيولاد السولر اكليبس لكن درس النهاردة لديه شباب اللونر اكليبس بيكون عندي الأيرث هي اللي فيني ولاد في الميدل بين الصن و المون فبالتالي الأيرث هي اللي بتكون عندي الظل التاحة بتركيه على مين على الأمر في اللونر اكليبس شباب عندي نوعين بس عندي فقط نوعين من الأكليبس النوع الأولاني اسمه Total Loner Eclipse النوع التاني Partial Loner Eclipse على عكس الشباب مين على عكس كان عندي ثلاثة أنواع اللي هم Total Solar Eclipse وال Partial Solar Eclipse وال Annular Solar Eclipse لكن هنا يا أولاد مفيش أنيولر وهنعرف ليه ما عنديش أنيولر كمان شوية طيب يبقى هنا نمبر وان عندي Total Loner Eclipse أو الخصوف الكلي وده بيحصل إمتى يا شباب It's Loner Eclipse occurs when the whole moon الأمر كله يبقى whole moon enter بيحصل إمتى بيحصل إمتى بيحصل إمتى بيحصل إمتى كونت نوعين من الظل نوع اسمه اللي هو Dark Shadow Area اللي هي منطقة الأمبرا وطبعا المنطقة الثانية اللي هي Faint Shadow Area المنطقة شبه الظل اللي اسمها البن أمبرا إذن دلوقتي يا شباب بيكون عندي لما الهول مون الأمر زي ما حتش شايفين بالرسمة شباب الأمر كله بيكون في في الأمبرا في منطقة الأمبرا أو في منطقة الظل بيحصل إيه شباب بيحصل Total Loner Eclipse بيحصل Total Loner Eclipse تمام طيب كمان في Total Loner Eclipse ده بيكون يا أولاد بيكون شكل الأمر بيكون شكل الأمر بيقول لي مون تند تو بي ريد يعني القمر يبدو وكأنه باللون الأحمر طيب بيقول لي جيف ريزون وده سؤال مشهور جدا في المتحانات بيقول The Earth Atmosphere doesn't absorb ريز يعني Earth Atmosphere يعني الغلافي الجوي يا شباب لا ينتص الريد ريز أو الأشعة الحمراء ها coming from the sun and refract وبيحصل عامية انكسار لهذه الأشعة على سطح القمر Red Orange Yellow Green Blue Indigo and Violet of the Earth Most of the colors get scattered away and the color red remains due to it يبقى ثاني يا شباب قلنا اني Light Solar Light أو ضوء الشمس بتكون من 7 Spectrum Color Red Orange Yellow Blue Indigo Violet لكن لو ركزنا في الرسم هنلاقي ان حصل تشتت وحصل للأشعة أو لكل ما عادة من يا شباب عندي هنلاقي عندي Red Red Light فقط هو اللي جاء على مين على المون وبالتالي ظهر لونه باللون ال Red النوع الثاني هو Partial Lunar Eclipse الخصوف الجزئي Partial Lunar Eclipse يقول لي It's the Lunar Eclipse which is when the Bard Part of Moon enter shadow shadow area اللي هي الأمبرا يبقى عندي جزء من الأمر موجود فين يا شباب موجود في الأمبرا والجزء الثاني بيكون في الأمبرا تمامي؟ الجزء هذا الشباب يحصل فيه لما يكون Part of Moon جزء من الأمر بيكون فين؟ بيكون في الأمبرا area نكمل حل شباب معنا السؤال number 2 بقول لي The Lunar Eclipse occurs when the Earth is on one straight line with the moon and the sun طيب لكن من في الميدل فبقول لي هنا The Earth is between moon and the sun يبقى الإجابة A يبقى الأرض أو الأرض وتكون بين الأمر والشمس number 3 The Dark Shadow Area of the Earth is cold طبعا عرفينها من الدرس اللي فات The Dark Shadow المنطقة المظلمة أو الظل اسمه يولاد الأمبرا لكن يولاد بيقول لي هنا The Lunar Eclipse of Care أيبا The Lunar Eclipse يا شباب بيحصل أمتى؟ بيقول لي In the middle of Lunar Month يعني بيحصل في نصف الأولاد في نصف الشهر القمري في نصف الشهر القمري يبقى هنا يا شباب في عندي بعض النوت لازم يكون عارفينها أول number 1 بيقول لي The Lunar Eclipse بيقول لي It occurs twice per year يعني بيحدث مرتين في السنة number 2 بيقول لي occurs In the middle of Lunar Month بيحصل في منتصف الشهر القمري at the full moon phase عندما يكون القمر مكتمل في حالة إيولاد أو في الفيز بتاعته بيكون full moon الأمر بيكون مكتمل أو بيكون تقريبا في يوم الأربعة عشر من الشهر القمري When the earth hide all sunlight or apart of it from the moon عندما الأرض بتمنع جزء من ضوء الشمس أو ضوء الشمس كله أنه يوصل للأمر كمان المحظة الثالثة بيقول لي It's seen at night على عكس من الشباب على عكس السولار اكليبس اللي احنا كنا بنشوفه at the morning only في الصباح At any place on the earth when the sun is behind the horizon كمان نومبر فون بيقول لي It's last for an hour يعني بيستمر لمدة ساعة تمام or two hours أو لمدة ساعتين sometimes it extends for more than two hours وبعض الأحيان بيستمر لأكتر من ساعتين لكن يا شباب المرة الوحيدة اللي كان التايم بتاعه كان less than one hour اللي هو كان 51 minutes كان عبارة عن 51 minutes بيستمر 51 دقيقة ده حصل إمتى الكلام ده في 2021 February 28 تمام في شهر فبراوي في 2008 كمان يا شباب بيقول لي number five It doesn't require precaution يعني مش محتاج احتياطات or special device أو أجهزة خاصة to observe it عشان نلاحظه زي السولار اكليبس كده ما نقدرش ان احنا نلاحظه زاوة special blasts بدون النظارات الخاصة للسولار اكليبس لان طبعا because it doesn't harm the eye اللونر اكليبس يا شباب doesn't harm the eyes when looking at it لان اللونر اكليبس don't emit any harm of the raise لا يشعع اي شععات ضرة على عكس الصن أو السولار اكليبس يبقى تاني يا شباب قلنا اذا اللونر اكليبس occur in the middle of لونر months بيحصل فين شباب في منتصف الشهر القمري وكمان قلنا بيحصل two times per year يعني بيحصل مرتين في السنة ولكن شباب في عندي نوت هنا بيقول إذا المرة الوحيدة يا شباب اللي اللونر اكليبس حصل three times كم يا ولاد 1982 عام 1982 اللونر اكليبس حصل كم مرة three times ثلاث مرات ثلاث مرة اللونر اكليبس كم مرة طلاث مرة تاني يجب الكثير وانا يسألنها two times per year يحصل two times per year ثلاث مرة ثلاث مرة ثلاث مرة وانا يجب الكثير يمكننا أن نراحظ اللونر اكليبس لما يكون اللونر اكليبس يعني بيكون مكتمل في اليوم الليء 14 حصل من الشهر القمري 7. During the start of total lunar eclipse في بداية الخصوف القمري The color of the moon tended to be كنا قلناها بجد وشرحناها من شوية بيبدأ باللون اللي بيكون red ليه شباب؟ لان طبعا Earth's atmosphere refract يعني بيعكس red rays on the moon 8. Occurs to moon الأمر عنده نوعين فقط من من الإكليبس Partial و Total لكن ما عندهش annular يبقى هنا A and B يبقى هنا شباب في ملحوظة مهمة جدا بقول لي there is no annular lunar eclipse مفيش خصوف حلقي زي اللي بيحصل عند الصن يا أولاد قال له because الإجابة عندي because the earth has a great size عندها حجم كبير relative to that of the moon بالنسبة لي حجم الأمر so it always blocks all sunlight when it come between the sun and the moon يبقى إجابة يا شباب قال له because the earth has a great size relative to the moon بالنسبة إلى القمر صلي بعضه شباب number 9 بقول لي when the whole moon يبقى كلمة السر عندي ايه الامر كله enter shadow area او موجود في الأمبرا قال له يا شباب بأداء total lunar eclipse الخصوف الكلي طيب بعد كده 10 when the whole moon enter semi shaded area يبقى هنا يا شباب بيحصل إيه لو الهول مون دخل في مطقة semi shaded او مطقة طبعا ما بيحصل شي نوع من الإكليبس طبعا بيسميه lunar non eclipse 11 partial lunar eclipse occurs when a part يبقى كلمة السر عندي بقول لي ايه part of the moon enter the air's umbra جزء من الأمر بيدخل في ظل الأرض 12 among similarities between solar eclipse and the lunar eclipse is that each of them similarities يعني التشابه من أوجه التشابه بين solar eclipse شباب و lunar eclipse طيب هل هل هم كان بيسين at night لا طبعا خطأ cause harm for eyes لا انا عندي solar eclipse بيعمل harm لكن lunar eclipse ما بيعملش بعين خطأ بقول لي it's repeated at regular period يعني بيتقرروا على فترات زمنية منتظمة يبا هي دي الإجابة المشترغة بينهم الاثنين هنا بقول لي last for two hours طبعا اللي last for two hours دا lunar eclipse لكن الصورة eclipse قلنا شباب for a last for seven minute and forty seconds يبا الإجابة عندي c يا شباب اللي هي ايه اقوله repeated regular period يعني بيتقرروا على فترات زمنية متساوية 13 when the moon look slightly faint بيبدو كأنه باهت دا indicate بيدل على يولاد دا طبعا بيدل على انه eclipse يعني مفيش حدوث لخصوف للأمر 14 when the earth prevent all أيوا يبقى الأرض منعت ايه منعت كل ضوء الشمس انه هو يوصل مين للمون ومعنى كده يبقى that total lunar eclipse طبعا ما قال لي prevent all لكن لو قال لي prevent part أو sum of sunlight كنت قلت له partial lunar eclipse 15 when the whole moon enters the semi-shaded area the moon turned to be faint يعرفت يا شباب قلنا بيقولي هنا يا شباب أو بيقولي when the whole moon enters the semi-shaded area أو في البنمرة of the earth the moonlight turn to be faint بيكون لونه يا شباب بيكون لونه باهت without being eclipse بدون حدوث اي خصوف and this phenomenon is known as lunar non eclipse lunar non eclipse يبقى قولي يا شباب the moonlight turn to be faint without being eclipsed بدون حدوث اي خصوف 16 بيقولي the duration of lunar eclipse is مدة lunar eclipse يا شباب نقطة solar eclipse من اكبر اكيد طبعا ما قدرش اقوله طويس لان هي اكبر بكتير جدا لكن اقول له longer than يعني اطول من مدة solar eclipse سولي بعدوا شباب true or false number one the lunar eclipse the lunar eclipse occur when the moon lie between the sun لا طبعا ما فروض ان ذا ايها earth between sun and the moon number two يبعنا false number two in the lunar eclipse the moon casts its shadow in the earth خطأ طبعا المفروض العكس يا شباب يبقى له the earth هي اللي هي اللي تلقي بالظل بتاعها على مين يا شباب على المون على الأمر يبقى هنا false number three the duration of solar eclipse is longer than lunar eclipse نفروض طبعا العكس خطأ نفروض طبعا العكس نفروض اللي شباب duration of lunar eclipse more than or longer than solar eclipse four the rate of occurrence of lunar eclipse is to eclipse برير ايوه إجابة true five the duration of lunar eclipse doesn't exceed seven minutes and a few seconds طبعا مش the lunar eclipse عمال مين يا شباب اللي هو لا تتعدى سبع دقيق ودقائق وثواني معدودة طبعا دا مين يا شباب هاشيل اللونر وقوله solar بينا false السؤال اللي بعده بقوله the lunar eclipse require special device to be observed طبعا ممكن doesn't require أو ممكن أشيل اللونر وقوله solar يبقى solar eclipse require special device to be observed أو ممكن أصلحها تاني وأقوله أن lunar eclipse doesn't requires a special device سؤالي بعده seven looking directly at the lunar eclipse is harmful to eye طبعا خطأ يبقى looking directed to solar eclipse is harmful to eye أو أقوله looking directly at the lunar eclipse is not harmful to eye يبقى ممكن أصلح بأكتر من طريقة اللي بعده 8 وقوله phenomenon of lunar eclipse occurs in the middle of lunar month يعني ظاهرة lunar eclipse يا شباب بتحصل في منتصف الشهر الكامري إجابة true 9 the solar eclipse lasts for long time reaching many hours لا طبعا يبقى solar eclipse مش السرعة eclipse اللي ممكن اللي يوصل لساعات لأكتر من ساعة أمار من يا شباب أقوله lunar eclipse in a falls 10 the earth forms one type of shadow لا طبعا the earth بتعمل لي two type بتعمل لي two type of shadow اللي هما مين اللي هما الأمبرا when it comes in front of the sun in a falls بتعمل لي نوعين من الشادو أمبرا وبين أمبرا 11 total lunar eclipse occurs when the whole moon enters the shadow area of the earth أيها شباب يبقى total lunar eclipse بيحصل لما الأمر كله يدخل في نطرة ال shadow area أو الأمبرا إجابة true 12 the moon is colored in red at the start of total lunar eclipse إجابة true 13 the red color of the moon during the lunar eclipse اللون الأحمر اللي بيقى موجود به الأمر يا أولاد خلال the lunar eclipse due to reflection انعكاس red rays by the earth's atmosphere لا due to refraction يبدأ كلمة reflection هقول له refraction يعني نتيجة انكسار الأشعة refraction تمام؟ يبدأ نتيجة أولاد انكسار وليس انعكاس الأشعة by the earth's atmosphere بواسطة الغلاف الجوي 14 the partial lunar eclipse occurs when part of moon enter earth benumbra لا هو يا شباب لحد benumbra لكن هنا benumbra دي خطأ المفروض أقول له أولاد الأمبرا بواسطة الغلاف الجوي the partial lunar eclipse occurs when the part of moon enter earth ambra وليس benumbra بواسطة الغلاف الجوي total lunar eclipse occurs in the earth's benumbra لسألنا يا شباب ان total lunar eclipse بيحصل فينا يا شباب في earth's ambra منطقة الشدو منطقة الظل 16 although the lunar and solar eclipse attract people attention they don't affect life on the earth طبعا على الرغم ان الكثوف والخصوف الشمس والأمر شباب بيلفت انتباه الناس لكنهم فعلا لا يؤثروا على الحياة على الأرض جابة 17 the two phenomena of lunar and solar eclipse are repeated regularly يعني الظاهرة دولة شباب repeated regularly يعني بيتكرروا بانتظام and can be predicted and can be predicted ويمكن التنبؤ بوقت حدثهم فعلا اجابة true 18 on the contrary of solar eclipse على العكس من solar eclipse بولي lunar eclipse can be easily seen from surface of the earth by naked eye يعني lunar eclipse سهل جدا ان احنا نشوفه بالعين المجردة اجابة true 19 19 in total lunar eclipse whole moon enter umbra ايوه اجابة صحيحة 20 the lunar eclipse can be seen at the morning لا طبعا اللي احنا بنشوفه مورنين جدا من يا شباب ده solar solar eclipse while solar eclipse can be seen at night لا يبقى هنا اشيل السولار واقول له lunar in a false 21 the lunar eclipse can last for seven minutes and few seconds اجابة طبعا خطأ مولمين اللي بيعد seven minutes اكي اشيء الاكيد solar يبقى له solar eclipse can last for seven minutes and few seconds only 22 since the past منذ القدم يا شباب المان has been observing stars and planet الانسان بيلاحظ النجوم والكواكب he managed to develop some accurate calculation ونجح في بعض الحسابات الخاصة بحركتهم في الفضاء اجابة true سؤال اللي بعده بولي correct the underlined words number one بولي in the middle in the middle in the middle يعني في نص الشهر اللي هو يوم 14 في الشهر two at the beginning of total lunar eclipse the moon appear yellow color في التوتال يا شباب قلنا بيظهر باللون اي ولاد red three total solar eclipse when the airs come between moon and the sun طبعا المفروض المفروض تقول له lunar eclipse lunar eclipse lunar eclipse خصوف القمر number four the time of lunar eclipse doesn't last more than seven minute and forty second طبعا doesn't last for more than اللي لا تعدى 7 دقايق ده من طبعا solar eclipse يا شباب solar eclipse وليس lunar five annular solar eclipse occur when the moon enter completely in the umbrella region of the earth يبقى لما الأمر كله يا شباب بالكامل يدخل في منطقة الأمبرا بيحصل ايه؟ بيحصل total lunar eclipse بيحصل 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 المال ий 8. The only time in which Loner Eclipse occurred 3 times يبقى المرة الوحيدة للخصوف تهى شباب Loner Eclipse حصل فيها ثلاث مرات 19.. طبعا مش 1999 دا 1982 19 أولاد 1982 9. Loner Eclipse occurred 2 times ها بيحصل مرتين في كل شهر؟ لا طبعا في كل أولاد في كل year في السنة 10. The Loner Eclipse extend for more than 2 hours يعني ممكن يستمر المدة أكثر من ساعتين وليس يومين خطأ سؤال لبعض الشباب write scientific term number 1 10. The phenomenon that occurs when the sun, earth, moon are one straight line when the earth in the middle فهذا من يا شباب دا درس النهاردة Loner Eclipse number 2 The phenomenon that occurs in the middle of Loner months adds the rate of 2 times per year نفس الكلام Loner Eclipse اللي بتحصل مرتين في السنة 3. The Earth's shadow in which total Loner Eclipse occur طبعا Total Loner Eclipse بيحصل فين منطقة الظلة دي بكون الأمبرى 4. The phenomenon that can be seen from any place ها زهرة بتحصل من نقدر نشوفها من أي مكان on the earth when the sun is behind the horizon at night طبعا دا من يا شباب Loner Eclipse خصوف القمر 5. The Earth's shadow which Loner non-Eclipse occur يبقى المنطقة للشادو اللي ما بيحصلش فيه خصوف للأمر دا فين يا شباب لما يكون الأمر كله موجود فين؟ في البن أمبرى 6. Oled It occur when the earth come between the moon and the sun الأرض في النص يبقى Loner Eclipse 7. The lunar Eclipse in which the whole moon 8. The moon أنتر الشادو أريئ الأمر كله في الشادو أريئ في مناطقة الظل 6. The upper tax 8. The moon 8. The US 9. The moon 8. It's not going to be absorbed الزوربت الأشعة اللي لا تمتص ببسطة غلاف الأرض تسبب اللون الأحمر للأمر في البداية الالتالي دا مين يا شباب الأشعة الحمراء 9 فنومنون عندما قال لي بارت يقوله بارتشيل بارتشيل لونر اكليبس 10 يبقى الأمر كله دخل فينا شباب في مطقة السيمي شايدد أريا يبقى الأمر كله دخل فينا شباب في مطقة السيمي شايدد أريا أو البين أمبرا طبعا دمين يا شباب لونر إكليبس 11 The type of eclipse that can be seen at night only and it lasts for two hours بستمر رسعتين اللونر اكليبس خصوف القمر نحل بعض رسمات الشباب سؤال نمبر 11 بيقولي شبابها The following figure represent the lunar eclipse phenomenon observe it and then answer نمبر 1 بيقولي type of lunar eclipse طبعا لو بصنا على المونة يا شباب هلأ الأمر كله موجود فيه موجود في الأمبرا طبعا لما الأمر كله موجود فيه في منطقة الأمبرا ده يعني يولاد ده بيحصل يبقى نوعه total lunar eclipse يعني خصوف كل للقمر طيب بيقولي نمبر 1 لو ركزنا شباب نمبر 1 ده مين ده 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 عبارة عن مدار مدار مين يا شباب الأمر اسمه moon's orbit مدار الأمر حول الأرض moon's orbit around the earth نمبر 2 لو ركزنا فيه شباب ده ده مين ده ده المدار الأكبر ده مين ده المدار يلف بالشكل ده شباب يبدأ اسمه ايه؟ ده ده earth orbit earth's orbit مدار الأرض نمبر 3 سري يا شباب طبعا ده شبه الظل أو semi shadow اللي هو البن أمبرا 4 منطقة الظل اللي هي الأمبرا سؤالة بعد شباب 12 بوليزز figure نقاط في نومنا هذا الشكل يمثل يا شباب نقاط في المنتصف بين السن والمون يبدأ ده مين يا شباب اللونر اكليبس خصه في الأمر تماما بوليزز figure نمبر 1 يا شباب مين؟ يبدأ عندي نمبر 1 هنا هنا دمين الصن نمبر 2 فين نمبر 2 يا شباب؟ أيوه دمين ده ده البن أمبرا نمبر 3 ده الأمبرا يبدأ عندي هنا يا شباب هنا الصن هنا نمبر 2 البن أمبرا نمبر 3 الأمبرا this phenomenon may last 4 ها تستمر مدتها يا شباب تقولنا من 1 or 2 hours من ساعة إلى ساعتين شو type of eclipse؟ بييني أنواع الإكليبس في المنطقة A ومنطقة B في المنطقة A يا شباب لو ركزنا فيها هنلاقي اننا عندي ايها a part of the moon in an umbra وبارد في البن أمبرا يبدأ مين ده؟ partial lunar eclipse لكن المنطقة B الهول مون الأمر كله شباب في الأمبرا يبدأ total lunar eclipse يبقى هنا A Partial وهنا شباب Partial lunar eclipse وهنا total lunar eclipse مبارد في البن أمبرا موجود في الأمبرا وجزء موجود في البنامبرا أيضا نفس الكلام Partial Loner Eclipse الشكل اللي بعده شباب لو ركزنا فيه لأن المون كله موجود في منطقة في الأمبرا يعني ده Total Loner Eclipse